اهلاً ومرحباً بكم مشاهدينا في خبر اليوم نقدمه لكم من قناتكم شوف تيفي هذا انفجار قوي اليوم الاثنين سوق منطقة عين عودة ضواحي مدينة تمارا وحسب مصدر شوف تيفي فإن المعطيات الأولى تشير إلى أن الانفجار وقع بالتحديد بمحل لبيع الأسماك بسبب الفجار قنينتين لغازي البطان وعلمت شوف تيفي بأن هذا الانفجار المدوي خلف في حاصلة أولية مرشحة للإجفاع مقتل ثلاثة أشخاص من بينهم رضيعا وأكثر من خمسين مصابا وحسب مصدر القناة فإن سيارتي للإسعاف تابعة للوقاية المدنية قامت بنقل المصابين إلى مستشفى تمارا العمومي ومستشفى بنوسينة ومستشفى ملي عبد الله بن رباط وأكد ذات المصدر بأن هناك حالات جد خطيرة تم نقلها إلى المستشفيات المذكورة ما بين الحياة والموت مشيرا إلى أن أغلب المصابين كانوا من بين المارة إلى جانب محل قلي السمك لنتابع أبرز اللحظات الأولى لهذا الانفجار تحصينا تكشي وبيدي هزنا بحب حمصات علينا شكامي شكرا لكم ادخلصنا سيوردان ها بلات بلات من دفيدي هو ديبري نشي بودي ذات الماس شريفة ما بطبيب وفي بطبيب ما تدريت شوي ما تدريت يا حاجم هكذا الفتاة مستخدم للتعليق عام في حلقة الناس يتركوا وقربوا رأيكم تتركوا فيصل لطفق تركوا فيصل لطفق ترتديقوا فيصل لطاة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر